السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله وصفة جديدة وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة على عين البتجاز حاجة كده ولا اروع من كده بجد ان شاء الله هتجربوها و هتعجبكم جدا جدا ودعا بقى للفرن ودعا لها بطان الكيكة في الفرن والكلام ده كله من النهاردة هنعملها على عين البتجاز بطريقة سهلة جدا ومقدرها مزبوطة جدا جدا بصي ما شاء الله عليها هشة وطرية وعملة بصي زي الجاتو وانتي بتكليها كده طرية جدا جدا وهشة بسم الله ما شاء الله والشوكولاتة كده عليها بجد يا جماعة حاجة كده ولا اروع من كده يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف مقديرنا عبارة عن ايه بس طبعا فضلا منك وليس امرت تحطيلي اللايك على الفيديو اول حاجة معانا كوباية المعيارية اللي بنعاير بيها المعدير بتاعتنا كلها انا النهاردة عايرت بكوباية المجي بتاعت الشاي اللي موجودة في كل بيت نبدأ بان قول المعيار بتاعنا اول حاجة عايرتها الدقيق بالنسبة الدقيق معانا 3-4 كوباية دقيق وتلت كوباية السكر وتلت كوباية لبن وربع كوباية زيت وبيضة واحدة بس ومعلقة كبيرة كاكاو خام على شكل هرم ومعانا معلقة صغيرة كيك شيف وربع معلقة صغيرة فليليا او فليليا سيلة ايه موجودة عندك انا كان عندي كيس فحطيت الكيس تمام ومعانا كمان معلقة كبيرة خل ورشة ملح ادي المقادير بتاعتنا ستي سهلة وبسيطة جدا وطبعا مقادرنا كلها بدرجة حرارة المطبخ اول حاجة هنجيب الطبق وابدأ حط البيضة وبعد كده حطت لها كيس الفليليا لو عندك فليليا سيلة حطي ربع معلقة صغيرة فليليا سيلة وابدأ بقى جيب المضرب عندك مضرب بيت تمام اشتغل بيه ما عندك اشتغل كده عادي بالمضرب اليدوي زي ما انا شغاله عندك خلاط اشتغل في الخلاط اي حاجة مش هتفرق تمام وهابدأ بقى هضربها كويس جدا كده وبعد كده هضيف عليها تلت كباية السكر وتلت كباية اللبن اللبن طبعا كان مغلي وسته هدي تماما وبعد كده ودأت اشتغل به واروح جاية برضو جايبة المضرب اليدوي وابدأ برضو اضرب كده بالشكل ده كل خطوة تعمليها تحجيها ضربوها وتضرب الحاجة كويس جدا ماشي? اهو دربتهم كده مع بعض هجيب بقى ربع كباية الزيت وطبعا يفضل يكون الزيت نوع نضيف عشان ما يبقاش فيه ريحة ويكري في الكيكة والكلام ده كله حطيت الربع كباية الزيت وهحط عليها كمان معلقة كبيرة خل الخل لفايدته اللي هو بيخلي الكيكة معاكي هشة كده من جوة وطرية وعملة زي السفنجية بالزبط وهروح جاية بقى ضربة بقى كل الكلام ده كده مع بعضه كويس جدا هجيب بقى الزيت زي ما قلتلك تلات تربع كباية الزيت عليها معلقة كاكاو خام والمعلقة طبعا على شكل هارم كده كنت مليها طب انتي لو مش عايزة تعمليها بالشوكولاتة زي ما انا هعملها بالشوكولاتة النهاردة شيلي معلقة الكاكاو وحطي مكانها معلقة اي ديقيق ماشي? املي برضو المعلقة كبيرة ديقيق كده وحطيها على كباية على التلات تربع دي اللي احنا حطناها وهنا بقى حطيت معلقة صغيرة بكم بودر ورشة ملح وبدأت بقى اضرب مكونات بتاعتي كلها كده مع بعض ادي الخليط بتاعنا كده خلاص جاهز وتمام وزي الفل هروح جايبها الطاصة طبعا مش شرطي طاصة لو عندك صينية تمام اسم تغربي الصينية بس طبعا يكون يفضل ايه صينية برضو ايه اه اه ليه هى ايه ايه اه ليه لاصري مكونات السور اجل الشمع يبدأه جايبها طبعا خطيتها كده بالشكل ده وحلوة. وبعد كده حطيت عليها صاجة تقيلة او صينية او شياطة الموجودة عندك حطيها. وبعد كده حطيت فوقيها صنية الكيكة. واروح جاية مغطيها بغطى محكم كده يكتم معي الهوى عشان ما يطلعشي. ويكتم الكيكة والكيكة ما شاء الله تنفيش معي كده من جوة. وتبقى طرية كمان قلبها يستوي معي. بقاش القلب بتاعها ناي. لازم الخطوة ايه تعمل يا غطى كده كل محكم كده ايه على الكيكة. هنا بقى بعد ما شاء الله ربع ساعة جيت ابص عليها. لقيتها بسم الله ما شاء الله استوت معي بس الوش بتاحها كنية شوية. يعني بحط الاختبارها بالخلة. الخلة بتطلع معي نظيفة. دي اهم حاجة. بس الوش بتاحها طري شوية. فقلت مش مشكلة. فهبدأ بقى طلحها كده واقلبها على الوش التاني. وهروح جاية برضو حطاها في الطاصة تاني. بص اقلبها كده الاول بقى نظف الطاصة. عشان طبعا لو حطيت الكيكة كده عليها هتتحروق. فنظفها الاول واخسلها وروح جاية حطا شوية زيت صغيرين. وادهنها. واجيب بقى الكيكة وحطها على وشها في الصينية. او في الطاصة اللي اللي تشتغل بيها. تمام هقلبها الاول كده في الطبع عشان اعرف احطها ايه? على وشها على طول في الطاصة. بصي ما شاء الله الوش بتاحها لسه طري. فعشان كده حطاها على النار تاني على وشها بس يعني بصي بمدة يعني ايه? تلات دقايق مش اكتر من كده. بس او كده تمام. هغطيها تاني بالغطى وهسيبها برضو النار لسه شغلها ما تفطهاش. هي الصاجة لسه سخنة معي والنار شغلة. فهروح جاية حطها عليها كده وغطيها برضو بالغطى المحكم زي ما انت شايفة. وهسيبها تلات دقايق بس كده وطف عليها اقصي بها اكتر من كده عشان الوش بتاحها يتحرق. ماشيش نهي قصة مستوية. بس هي المشكلة ان الوش بتاحها طري. بص الوش نشف معي ازاي? زي ما انت شايفها كده خلاص وشها كده تمام وزي الفل. هسيبها بقى على جنبي بقى كده تهدم مع نفسيها. ونبدأ بقى مع بعض ونشوف الخطوة التانية هنعمل ايه? تمام كده? تمام. اول حاجة طبعا هنجيب بقى اي انا جبتي بعشرة جنيه شوكولاتة خيم. انت حاب تجيب اي نوع شوكولاتة تانية تمية. مش شرط يعني هي الشوكولاتة الخام موجودة عند العطار. انت حاب تجيب شوكولاتة سمة اي نوع شوكولاتة تانية اللي انت عايزي. تمام? انا جبتي دي بعشرة جنيه هقطحها كده بالشكل ده. عشان تبقى سهلة معي كده ايه? واتدوب معي على طول على النار. وهروح جاية حط عليها ربع فنجان لبن. يعني هو الربع فنجان ده يجيله تلات معالق لبن. وبعد كده احط علاءة كمان معلاء الزبدة عشان تديها لمعة كده حلوة. وهروح على عين البتوجاز. انحط طبعا الحلة فيها مية. نص الحلة كده يعني مش الحلة كلها. ويا اول ما تغلي معي. هروح الجاية حط على طول الطاصة بتاعت الشوكولاتة فوقيها. وهفضل بقى اقلب فيها بقى على نار يا جماعة متوسطة متعلهاش قوي. نار متوسطة كده. وابدا يقلب لغاية ما شاء الله الشوكولاتة لما نسيح معانا بالشكل الجميل ده. وتبقى جاهزة كده خلاص وتمام وزي الفل. هنا بقى شرى الكيكا بتاعتنا جدت الخلة وبدأت بقى ايه اخرامها كده بالشكل ده كده عشان لما سقيها بالشوكولاتة الكيكا كلها تشرب معي كده من الشوكولاتة. ويبقى طعمها حلو هي اصلا حلو من غير حاجة. يعني ممكن تكليها كده بس احنا بقى ايه عايزينها بقى تبقى جاتو بقى. احنا كده بنعم مرحلة الجاتو. بصي حط الشوكولاتة بتاعتك بقى كده بقى. تمام. ولو عايزة اتزوقيها باي حاجة تانية براحتك مش عايزة خلاص زي ما قلتلك هي كده زي الفل والله العظيم يا جماعة. مش محتاجة حاجة بس يعني لو انت حبة. هجيب بقى سوداني مجروش زي ما انت شايفة كده. وهروح الجاية حطا من الجنب كده بس يدينا شكل كده حلو. اهو. تمام. وهسيفها بقى كده مع نفسيها بقى زي ما هي كده. تهدى والشوكولاتة تنشف يعني مش هدخلها التلاجة ولا اي حاجة. لا زي ما هي كده. يعني كم دقيقة كده تلقاها نشفت معك الشوكولاتة وبقت جاهزة وزي الفل. تدهي بقى اطعها بالسكينة بص وانا بقى اطحها. ما البل بصي طارية جدا ازاي. يعني بص انا مش مصرع عليك المقطع ده انا وريكي. وانا بقى اطحها السكينة بتنزل ازاي فيها. بسم الله ما شاء الله. طرية وجميلة جدا. انا حبيت اعمل لكم كيكة الشوكولاتة عشان ناس كتيرة اوي طلبتها مني. اه لما عملت البسبوسة وعجبت ناس كتيرة اوي عملت البسبوسة. على عيني البتجاز برضو. هتلاقوها على الصفحة بتاعتي على البيتجي بتاعي على الفيسبوك. او هتلاقوها على قناتي مطبخهم مسلسبيل. سبق هنا وهنا هتلاقوها ان شاء الله. كنت عاملها برضو بطريقة حلوة اوي عجبت الناس جدا وكتبوليكم انتات حلوة اوي ربنا يجازوك كل خير يا رب. فطلبوا مني عمل لكم كيكة الشوكولاتة او كيكة الفلية على عيني البتجاز. فانا قلت الاول ابدأ معاكم كده بكيكة الشوكولاتة. بصي حاجة كده ولا اروع من كده. ولا محتاجين من النهار ده بقى فرن. ولا محتاجين بقى اي حاجة. كله على عيني البتجاز هنشتغل. زي امهاتنا زمان كان عاطوه الشغالية على عيني البتجاز. عملوا كل حاجة. مفيش داع يعني للفورن ما كانش عندهم اصلا فرن والكلام ده كله. ان شاء الله هتجربيها وهتعجيبك جدا جدا. جدت طبعا كان عندي في التلاجة كريز كده. رحت جاي مقطعها وحطها على الوش. قلت يعني ايه اهو شكل كده يعني زي ما تشايفيها. يلا بقى نبدأ كده مع بعض بقى نقطع كده ونكل منها ونشوف ادي ايه الجمال بتاحها وحلوتها. وبصي ما شاء الله السمك بتاحها. يعني بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. انا طبعا عملاها الصينية عملاها مقاس ستة وعشرين. انت حابة تعمليها اه اكبر من كده تمام بس كل ما هتكبر المقاس كل ما تكيكة هتطلع معاك مقاس اقل. هتطلع معاك الحجم بتاحها اقل. تمام? انا عملا الصجل الطاصة بتاعتي دي مقاس ستة وعشرين. ماشي كده. اهو زي ما انت شايفها كده. تكلي كده منها كده حاجة والارواع من كده. يا رب يكون عجبتكم والسلام عليكم.